العصور على الماس الخاص بك دعنا لا نبالغ في تعقيد هذا الأمر من السهل حقا العصور على الماس الخاص بك حيث أنه يختبئ على مرأة البصر مباشرة في جدولك الزمني ففي الواقع إن الوقت هو المؤشر الوحيد الصادق على ما له أهمية الحق أما النوايا فهي كاذبة طموحة إذا سألت نواياك على الماس الخاص بك الآن ستقول لك كل ما تريد أن تسمعه بدلا من ذلك سوف نقوم بإجراء مقابلة سريعة مع جدولك الزمني خلال الأربعة وعشرون ساعة الماضية لما قضيت وقتك خلال الأسبوع الماضي ما الذي حصل على أكبر قدر من وقتك ربما العمل ولكن على كم من الوقت حصل حقا وإن ذهب بقية الأسبوع عندما خرجت من منجم الماس مؤمن أن زوجتي وأولادي وكتاباتي هي أولويات بالنسبة لي كان عليها استشارة جدولي الزمني والذي كشف على الفور أنني أقضي من خمسين إلى ستين ساعة في العمل وأشار كذلك أنهم يحصلون على شظايا رقيقة من وقتي شيء مثل عشر كمية أخبرتني نوايا بما قامت بترديده لي دائما أنت زوج رائع يا لك من أب عظيم لكن جدولي الزمني يقول شيئا مختلفا حينما أدركت هذا خم من ماذا فعلت في وظيفة التالية عملت من سبعة صباحا إلى الرابع مساء أعلم أن الجميع لا يستطيعون فعل ذلك لم يكن شيئا سهلا اعتماده يجب أن تكون متأنيا حيالا لكن لا يمكن تجاهل عائلتي وأعاملهم مثل الصخور طوال الوقت بينما أتظاهر بأنني أعاملهم مثل الماس إذا كنت تريد أن تعصر على الصخور والماس في حياتك انظر إلى جدولك الزمني لم يعجبك ما عصرت عليه قم بتعديله أنت تمتلك الجدول الزمني هو يعمل لديك أنت المتحكم فيه وليس هو قم بتعديله إلى أن يصبح الماس ماسا حقا يعمل صديقي مات قصا ذات يوم كتب هو وزوجته كتابا استغرق وقت أطول من يوم واحد في كتابته بالطبع لكن هذا هو الوقت الذي تفترض أن الكتاب الآخرين قادرون على إنهاء كتبهم فيه كان متحمسا بشأن الكتاب لكن أدرك أن هناك معضلة تواجهه طلبت الكنائس على برد البلاد منه التحدث عن كتابه لكنه لم يستطع الذهاب لأنه يعمل في أيام الأحد كان والدي قصا وإذا كنت ستساءل عما يفعله القصاوسة بقية الأسبوع الجواب هو لعب الغولف إنما مهنة لمدة يوم واحد من ثم سألني مات عما إذا يجب أن يأخذ أجازة لمدة ستة أشهر من الكنيسة ليتمكن من التحدث عن الكتاب لذا أخبرته برأيي بطريقة مشوشة ثم عدت إلى المنزل وشربت الأمر مع زوجتي وصفته بالأمر المحير جدا استمعت جيني إلي لمدة ثلاثين ثانية ثم حلت المعضلة بسؤال واحد فقط هل يحاول أن يكون قصا أم كاتبا؟ إذا كان هدفه على المدى الطويل أن يكون المؤلف الذي يؤلفه كتبا ويسافه في جميع نحاء البلاد كي يتحدث في مائة كنيسة مختلفة إذن يجب أن يتفرغ للأمر أما إذا كان هدفه أن يكون نقص في الكنيسة إذن يجب أن يأخذ أجهزة لقد حقق هدفه بالفعل إن الابتعاد عن الكنيسة لمدة ستة أشهر سيكون بمثابة فشل يا لحكمة جيني موجدة كانت محقا الإجابة على معضلة مات بسيطة للغاية ماذا يبدو نجاح له إذا ذهب داخل برج المرصد الموجود على طريق التصحيح ماذا سيرى على طول الطريق أمامه إذا كان هناك طريقان في الغابة شغفان عليه أن يختار واحدا يتبعه أي واحد سوف ينتهي بالطريقة التي يريدها هو أن ينتهي وأي المصارين أدى إلى وجهة التي كان متحمسة بشأنها هزان هم سؤالان اللاداني كنت سأطرحهم عليك إذا كنا نتناول لاته بالقرفة اللذيذة وكان لديك كومة من الاحتمالات أمامك الآن وفكرة التصحيح تلوح في الأفق يسعد إلى برج المرصد وحضق في أرض الحصاد كي تكتشف أي وجهة تبدو وكأنها نجاح أيهم يبدو جيدا لكنه ليس رائع عندما قمت بتأدية هذا التدريب أكبرني على إدراك أنه كي أتقدم ككاتب محتوى دعائي في الشركة التي عملت بها ربما أحتاج إلى أن أصبح مخرجا إبداعيا فيتحتم علي إدارة المشاريع والأشخاص مما يعني أنني سوف أقضي وقتا أقل في الكتابة فعليا فسرعان ما أصبحت غير حريص على الوصول إلى تلك الوجهة إذا كان لديك عشرات المسارات فسيساعدك هذا التمرين البسيط على التخلص من بعضها بشكل سريع نوعا ما خاصة تلك الأشياء التي تجيدها لأن كونك جيدا في شيء ما لا يعني بالضرورة أنه الشيء الرائع بالنسبة لك قد تكون طبيب أسنان مزهلا ممكنك إصلاح أسنان الناس بمجرد نظر في عينهم لكن إذا كنت صادقا حيال الأمر وإذا لم تكن لديك المهنة وإذا لم يغبرك الناس باستمرار كم أنت رائع في طب الأسنان وإذا لم تكن استثمرت الكثير من حياتك في هذا الطريق هل تعترف أنا لا أحب أن أكون طبيب أسنان هذا هو ما حدث لأحد أصدقائي الذي أرسل لي هذا البريد الإلكتروني أبلغ من العمر 28 عاما وتخرجت مؤخرا من كلية طب الأسنان أعمل حاليا كطبيب أسنان في سلسلة عيادات لطب الأسنان قد يبدو هذا جيدا وعظيما خاصة من الناحية المادية ولكن في متصف الطريق تقريبا اكتشفت أنني حقا لا أملك شغفا تجاه مهنة طب الأسنان ليس لدي آمال وأحلام للمستقبل لا أريد مهنة خاصة أو أي شيء مثلها أنا لست سعيدة بموارسة طب الأسنان وأحاول تحملها بشكل أساسي كل يوم لكن يبدو أن كل يوم يزداد سوءا مع مرور الأيام وبالنظر إلى أنني فعلت ذلك فقط لمدة ثمانية أشهر فلا أعرف ما الذي سيحدث بعد قليل من سنوات من الآن في الأساس أشعر بالملل والفطور في العمل أنا فقط أشعر كأنني أنجرف أنني أفقد فرصا أكبر وأفضل لا تفهموني بشكل خاطئ لدي وظيفة جيدة للغاية إنها توفر لي المال بشكل جيد ولدي فوائد جيدة لكنني لست سعيدة على الإطلاق ليس لدي أي نية للاستقالة في الوقت الحالي لكني كنت سأفعل إذا لم يكن يتحتم علي سداد دين قرد ضخم من الدراسة بالإضافة إلى الدرجة العلمية التي لا تقدم لي سوى رفاهية ممارسة طب الأسنان هل تستطيع أن تتخيل الضغط الذي يشعر به هذا الرجل؟ هل تستطيع أن تتخيل الاستيقاظ في سن السمانية والعشرين وعليك مئتين ألف دولار في شكل كروض طلابية لكنك تدرك أنك في العمل غير الملائم لك؟ كل ما عملت بجد من أجله كل القرارات التي اتخذتها كل الفصول الدراسية التي مررت بها كل ما كنت تستهدفه أوصلك إلى كيف وصلت إلى هنا؟ إلى لحظة علامة استفهام وليس علامة تعجب لقد أدرك أن الوجه التي تروح في الأفق من خلال كلية طب الأسنان لم تكن ما أراد لماذا لم يتوقف؟ لماذا لم يستقل حين ذاك؟ ولم يصبح طبيبا للأسنان؟ وهو الشيء ذاته أن ينتهي بنا الأمر أنا وأنت في أماكن لم نعتزم أبدا أن نكون فيها بعد ألف خطوة صغيرة بعد فصل الدراسي في الكلية بعد طلب قرد لمدة صيف واحد بعد الصف الأول والثاني والثالث من كلية طب الأسنان إلى أن تستيق الزات يوم وتدرك أنك لا تريد أن تكون طبيب أسنان أو محاميا أو مهندسا أو أي شيء ويتصعد صوت الخوف في تلك اللحظة ليغبرك أنه قد فات الأوان لقد فات الأوان التغيير الآن لقد اتخذت الكثير من القرارات بالفعل فات الأوان إصلاحها أو تغيير الاتجاهات لقد فات الأوان لتكون أبا صالحا لقد فات الأوان العودة إلى المدرسة لقد فات الأوان بدء مهنة جديدة لقد فات الأوان أن تكون أي شيء سوى ما أنت عليه بالفعل في تلك اللحظات يشل الخوف والشك والعار حركتنا فنصبح محبطين بجدا من أنفسنا إلى أن نستسلم ننهي النصف الثاني من كل الطب الأسنان ونضاعف ديوننا ونعطي الخوف بضع سنوات أخرى من حياتنا نست متأكدا من ما أوصلك إلى هذه اللحظة لا أعرف ما هو الشغب الذي رأيته من خلال ذلك التوليسكوب في برج المرصد لا أعرف كم العدد العقبات التي كانت لديك في الطريق لكنني أعرف أنه لم يفوت الوقت بعد لم يفوت الأوان بعد للبدء تلك الجملة لقد فات الأوان هي كذبة ستبقى معك إذا سمحت لها بذلك لذلك لا تفعل انظر من خلال التوليسكوب وشاهد كيف يبدو الشيء الرائع حقا بالنسبة لك من المحتمل أنه أقرب بكثير ومن الممكن الوصول إليه أقصر مما تعتقد هل هذا يعني أنه إذا تراكمت علينا بعض الفواتير أو تراكمت علينا بعض المسؤوليات أننا سوف نتجاهلهم ونبدأ فقط في الأمر لا أبدا تلك العقلية هي قاتلة للأحلام لا يوجد شيء رائع في بدء حلمك على الوعود المنكوسة والمسؤوليات المتجاهلة سوف نقوم بسداد ديوننا سنقوم بإزالة القطعة غير الضرورية من الرخام من حولنا بعد ذلك نسير في الاتجاه الصحيح سنبذل قصارى جهدنا أكثر من أي وقت مضى عندما ندخل إلى أرض الإتقان إذا كشف التوليسكوب عن تعريف رائع لسنا متحمسين بشأنه سنترك هذا الحلم في برج المرصد حتى لو بدى ذلك باهز السمن هذا هو الضغط الذي واجهه بيل واتروسون منذ سنوات مبتكر سلسلة كالفين وهوبز الفكاهي كان سيحصل على عشرات الملايين من الدولارات إذا قام فقط بإعطاء الرخصة لصنع متجاة كالفين وهوبز كوب بطاقة تهنئة هناك تقويم زوج من الشرطات لم يكن هناك نهاية لقائمة المتجاد التي يمكن أن يضعها بيل واتروسون في عمله كان ذلك سيضمن له صروته لماذا إذن لم يسلك ذلك الطريق؟ فأدعه يشرح من الناحية العملية يتطلب إعطاء الرخصة طاقمة من المساعدين للقيام بالعمل يجب أن يصبح صانع الكارتون رئيسا لمصنع عمال فيفوض المسؤوليات ويشرف على إنتاج الأشياء التي لا يصنعها لا يمنع بعد صانع الكارتون في ذلك لكن اتخذت مجال صناعة الكارتون لرسم الكارتون وليس لإدارة إمبراطورية الشركات إذا كنت سأكون بترخيص شخصياتي هكذا كنت سأحصل على الامتياز النادر بالدفع لمقابل التعبير عن أفكار خاصة والتخلي عنها لأكون بائعا عاديا ورساما مستأجرا وقف واترسون في المرصد ورأى حصادا لم يكن يريده حتى بملايين الدولارات على المحل فابتعد عن الترخيص كانت الموتى التي حصل عليها من الرسوم الكارتونية وسحر القصة التي يرويها تساوي أكثر من أن يصبح سيدا في شيء لم يكن يريده أبدا هل كان واترسون سريا بالفعل من السلسلة الكارتونية بدون شك لكن إذا قرأت أي مقال عنه ترى صورة شخص يمكن أن يرسم الكارتون مجانا لأن هذا كل شيء رائع بالنسبة له وعندما قدم له عرض ليستبدله بما يسميه الكثيرون نجح رحل عن عالمنا أتمنى أن نحب جميعا ما نفعله أي أن كان هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر